فريق الكلية الفنية العسكرية المشارك في مسابقة وكالة ناسا للهندسة الصاروخية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية على المركز الأول في العرض التقدمي والمركز الثاني في الترتيب العام للفرق المشاركة وجائزة أفضل تصميم خارجي للصاروخ وجائزة أفضل تصميم لدوائر التحكم واستخدام المستشعرات وذلك من بين أكثر من خمسين فريقا من مختلف الجماعات والمراكز البحثية الممولة من وكالة ناسا وفي مسابقة المركبات الأرضية غير المأهولة حصل فريق الكلية الفنية العسكرية على المركز الثالث في الترتيب العام من بين مائة فريق شارك في المسابقة من مختلف الجماعات الدولية فضلا عن حصوله على المركز الثاني في تصميم المركبة ترجمة نانسي قنقر